الهدف الأسمى والأخير اللي وصنا عليه ربنا يسوع وده اللي الكنيسة عايشة بيه والعجيبة ان النهارده القداس انجيلي القداس زي ما قلتلكم الصبح ان السمى تفتحت ونزل الروح مثل حمامة مستقرة عليه والصوت اللي جي من السمى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فاحنا قصة السمى تشأت ونزل الروح وقالوهم زمان رب المجد يسوع ايام تجسده خير لكم ان انا ايه ان انطلق لو ما انطلقتش مش هيجيلكم الروح القدس ويسمى في الكتاب الروح المعزي والروح المحي والروح الناري ليه ليه لمساميات كتير اوي اوي واهم طلبة تطلبها وتطلبيها وطلبها هي ان امتلئ هي دي الطلب الرئيسية يقول يعطي الروح القدس اللذين اسألونه إسألونه والآية المشهورة أوي بتاعت إسألوا تعتوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرأ يفتح لهم دي مش عشان الطلبات المادية خالص خالص مش عشان توقف تقوله يا رب من فضلك يعني يا ربنا نفسي غير العربية فهو لو شايف ان انت عايز العربية الجديدة احسن لك هيجي بالك لان امر الطلبات المادية قد حسم ابوكم السماو يعلم انكم تحتاجون الى ايه الى هذه وما ليه الطلبة الرئيسية الطلبة الرئيسية بتاعتنا وبتاعت الكنيسة ان نمتلئ من الروح طب لو ما طلبتهاش مش هتاخدها اووو اطبعا هيا البقى دي اللي يعطي الروح القدس اللذين ايه يسألونه وفي حتة تانية يهب خيرات هي الروح القدس واسألوا تعطوا طب لو ما سألتش مش هتطلبه اقرعه ودي تلت درجات بصوا يا حبائي انا هقول اية بس الاول في السفر زكريا وبعدين اشرح في خمس دقايق عشان الناس اللي معنا ورا سامعيننا اللي عادينا على السلال اللي مسامعيني اوكي شخلي بالك بس ما تتوهش انه هو ده الموضوع الرئيسي وهقولك باختصار شديد في زكريا عشرة يعني دي الايا اللي حتى النهاردة ربنا شاور عليها قوي اطلبه من الرب المطر في اوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا ويعطيه مطر الوبل لكل انسان عجبا في الحقل ارى لك اية تانية برضو في اشعية اربعة واربعين ودي من الايات المشهورة اللي جاية دي من ايات المشهورة او سافر اشعية في ايات زهبية يقول ايه لاني اسكب ماء على مين العتشان طيب اللي مش عتشان فيش ماء وسيولا على اليابس اسكب روحي على نسلك وبركتي على زوريتك انا اخترتك اية واحدة لكن في ايات كتير قوي في المعنى ده انا عاوز اتملي بالروح يقول لك لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل ايه امتلقوا بالروح الروح القدس ما يملاش اناء مش تايب الروح القدس من ضمن شغلته يعمل حاجة يبكت فما يبكتني اعمل ايه اتوب ولما توب اطلبه يبدأ يشتغل شغل تاني يملاني ارجوك استوعب معايا الكلام ده انه خطير عشان كده حطينا الهدفين الاولانيين هدف الاولاني ان اقدم توبة وان اعتق وان اتفك من القيود ويساعدني فيها الروح القدس من برا يزوق يقولي ايه يقولي ايه يقولي توب قدم توبة دموع في عينك تسجد يا رب فقني ده عمل روح قدس وروح قدس ياخد من كلمات المسيح يثبتها فيا حلو فتبدأ القيود تتفك ويبدأ الاناء الضعفات اللي فيه تطرد تبقوا بعدين والاناء اللي انا طلعت منه الضعفات حيتانه كده طول عمره كده ما حيتانه فاضي اتني بجاهد كده واتني من غير اي نعمة يقولك لا انا عند الروح الذي سيستقر عليك اللي حيملاك والملء ده ثلاث براح فيه ملء فيه فيض فيه سكيب يمكن يخطر في بالك فكرة صغيرة معلش يستحمين يمكن الكلام فيه تيتشينج شوية لكن معلش هو لي ما نفي الروح قدس ما ناخدته في المعمودية ما اخدته فيه سر الميرون مظبوط بس انتعارف دي ايه البزرة البزرة ولو ما ترويتش البزرة دي ما تفجرتش بتانك زي ما انت فالروح القدس اللي لازي لنا لنا مسحة التي من القدوس البزرة لابد يبقى عندك شغل بقى تاني ايه الشغل يا رب توبني يا رب توبني فيفكك من القيود ثم يا رب ملاني يعمل ايه بقى يملأ خلي بالك انتبه معايا اناء الروح فينا ملوش مشاعر لك التملأ يعني اللي روح يملاني يعني يملك على فكري على عيني على مشاعري أصير مخصص لي نيجي على المسبح نحط عليه زيت الميرون نقول المسبح ده بقى ايه مكرس مدشا يعني ايه يعني ما يستخدمش اي استخدام اخر الى المين لجسد الرب ودمه للمسيح فقط الملء بالروح كده املاني فيبدأ الروح القدس يملأ عيني انتبه معايا يعني يملأ عيني يعني يختم عيني يعني يختم عيني الكلماتين المختلفين ختم يعني انتبقى بتاع السماء يختم يعني شير الزوائد يعني حضرتك تشوف اي منظر وحش ولا انت شفت حاجة ايه ده مختون لكن لسه بشوف مناظر بتأثر فيا وبتدعبني وحاجات زي كده لسه العين ما تملتش بالروح اي والجدر الخطيئة تشال منها بس ما تملتش بالروح ما تمسحتش ما تختمتش ما تختمتش مر القديس الانبس الربامون ابو طرح كان بيطلع الشيطان من على زهرة بنت محمد علي وبعدين الشيطان رح شائع هدوم البنت بقت عريانا من فوق لتحت قال يعني يسيروا يعني فرح شائع للشال من فوق راسه وسطر البنت وقال له ايه مات من زمان خرج الشيطان بقى بتاع المسيح مش فارق معاه خرج ما استحملش اذا ليه احنا بنرجع للخطيئة تاني لان احنا مش مملؤين بس مش مملؤين احنا لسه في الحتة دي بنقح ونقو نقح ونقو نقح ونقو ونطول عمري حتني في البتاح ده بقى مش معقول ومن عايز ايه عايز تملي بس عايز اقول لك بقى المل يحتاج مننا الى مجهود وقال اسأله وقال طلبه لو قال ايه اقرع هتفتكر حضرتك هو بتيجي بهزار يعني وانا كده ايه يعني عملنا اجتماع صر اللطيف يا ربي املاني بالروح اه اه هو انت كل يوم بتصلي انت كل يوم بتزجد انت كل يوم بتقعد في خلوتك ايه هل انت مشغول بالقعدة معاه هل بتقرد كتاب انتظام هل بترد الاسم يسوع هل انت مشغول بالقصة دي ولو خد هزار الملء بالروح يحتاج الى يا قزة انتباه يجي وقت يجي لك حاجة لنحكي ده بسرعة كده لكن ده مضوع كبير اوي الروح القدس لما بيلاقيك امين اوي كده يبدأ يملاك اول ملء ليه اسمها زيارات نعمة متكررة يعني يجي في يوم انت دخلت مخدعك وتلاقي الروح القدس غمرك يعني عندك احساس عجيب ضلوعك دي حتتفرتك بتحب ربنا جدا تعود يومين ثلاثة اربعة ما انتش قادر لا بتفكر لا في اكل ولا في شرب ولا 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 بعدين تنزل تاني الروح لسه مش دركتك وانت مستمر الى ان تصل لمرحلة التالتة يقول عنها قدس انتونيوس اللي بعدها ايه تبنت ملتهب روحيا داخل خارج وانت في حتة تانية دي اللي ارتالكم في زكريا عشرة اسمها المطر الايه المتأخر ما تلص مني ما تضعش انا كل اللي طال بينه دلوقتي فيه ايات كتير كنت عايز اقول لكم عليها لكن ما فيش داعي لكن اقول لك بس على الفكرة من فضلك يلي قدمت توبة النهاردة اطلب ان تمتلئ بس واللي حسن ملاني طيب وعلمت الملء ايه علمت الملء ان الصمر الروح يبن فيك المذكور فغلاطية خمس 22 و23 اما الصمر الروح فهو ايه محبة فرح سلام طلقنا لطف صلاح ايمان ودعا تعفف تسعة من الحاجات اللي تبن اوي 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 السمرتين جدا المحبة والفرح لانفسك فرحان فرحان مرة كلمني اب كاهن من حوالي كام سنة هو اتنيح لاب الكاهن ده الحقيقة و كان عندنا في سكندرية كلمني ساعة خمسة الصبح قال لا ابونا انا هفتص انا حاوز انزل اجري في الشارع ابوز في الناس كلها وقالهم يسوع بيحبوك قلت له ابونا اهدى اهدى ابونا ابونا كان في حتة تانية في غمر رهيب هذا الروح القدس الروح القدس يخليك الغمر يخليك نسيت من شتمك من عملك ينبس في الناس كلها عندك فرح الروح عندك سلام عجيب لا تشخيف من بكرة ده بتاع الروح القدس اما واحد تاني لسه ما اختبر شي كيف فيمتلئ من الروح فكلش نديل حقنا عشان يعمل ايه تشجع يعني من فضلكم انا على قلبي اقول لكم الكلمة دية وربنا يعني ان احيانا الرب وعيشنا ان اللقاء الصلاة اللي جاي يبقى كله عن الروح القدس كله عن الملء بروح القدس كيف نختبر تقولي يعني علامة الملء انح يديني مواهب لا علامة الملء الصمار صمر الروح اما المواهب الروح القدس قاسما لكل واحد بعينه يدي مواهب لده ويدي مواهب ده يدي مواهب التدبير لده يدي مواهب تخرج شاتين يدي كل واحد المواهبة اللي حتفيد الكنيس لكن علامة الملء هي ايه الصمر حبيبي عندك مواهبة بتعمل كذا وانت بتكره طوب الارض بتتفاكش الروح الملء بالروح علامة الصمر انك تبقى مخصص بكامل بص بقى التلات مراحل دولة احنا بنحط الكوباية نفتح الحنافية الكوباية فيها شوية الطين تحت فالميا تنزل لها الروح القرس تنظف الكوباية شوية شوية الكوباية فيها عكارة وعند تضطع العكارة الميا تبيضة وبعدين الكوباية تتملي فيعمل ايه تعمل ايه تفيد تنزل في الحوض فالحوض يتملي والحوض يعمل ايه ينسكب خش على بحر فيها فين الكوباية مغمورة ما بتبقاش باين ما بتبقاش لوحدك خلاص انت بقيت متغطي بقى نروح قدس غمرك من فوق لتحتك مغطي جسدك مغطي نفسك مغطي روحك انت مش انت ومن انت مين انت مسيح بس عمل الروح قولس يا حبائي ياخد من المسيح ويدينا ياخد من المسيح ويطبع صرطه فينا قوله ملاني يلي تبت النهاردة قوله ملاني يلي بدأ يديك شفاءات من جوة قوله ملاني قوله يا رب عاو السكيب يا رب قوم كل يوم الصبح قوله ملاني كل مزمور تصلي اسجد بعده قوله ملاني كل قدست احضر وغمض عينك قوله ملاني قوله انا عايز تميلي انا مش حينفع عيش كده املاني هتلاقي تغيير فربنا يقول ايه هو مين اللي بيزن علي ده هو مين اللي بيزعيج عايز املاني 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 عشان تبقى خليقة جديدة بص احباي احنا بنتغير مرتين مرة لما بنتولد ولادة جديدة وبناخد الختم اللي ورح وقرس ومرة تانية لما روح يملانا اهم عيد في الكنيسة كلها هو عيد حلو رح وقرس هود اهم عيد شوية مش وقت حقق عندنا كتير لكن الكنيسة التي مش مملية بالروح هي عبارة عن جسد ميت كوش حياة لنروح قرس وانفاس الله المؤمنين الممليين بالروح منقاضين بروح الله فكل الصرفاتهم مختلفة خالص ما بقوش من الارض بقو من السماء احنا جواه الكنيسة احيان كتير قوي بنصرف حسب الجسد فتقولي انت ايه مؤمن اه صحيح حب ربنا صحيح مملوك بالروح الشيطان بيبعدنا اول حك بيتوهنا الحب الصغيرين اللي فضلين يجبين يا رب اعضائي انا اعضائي يا رب خدتها وبوستها عملت بيها حاجة كتير مش حلوة ممكن يا رب تمسحها يا رب مسحها جديدة يا رب املاها قدسها انا عايز ابقى مخصص ليك كل حتة في عارف لما بيقول يعني لما توقع التفكر في الاية اللي بيقول ما في جميع شعور قسك متأسف يا رب على اساس ايه مين يعني مين يا رب انت مهتم الشعر ده ممسوح بالروح يسلم ويفرق معاك يعني شعرية مني تنزل ما دي فيها الروح القدس ايه ده فكرتش في الاكادية الروح القدس انت يقول ها ملكوت الله داخلكم الروح القدس عارف يعني الروح القدس يعني تعمل الاعمال اللي الروح القدس لا تستطيع ان تكون برا دايرة ما شئته الروح القدس عارفين احنا كتير اولي بحيرانيين نقعد ولا نمشي نسافر ولا نعمل ده معنا ان احنا مش تحت قط الروح لان مملوش مملوئين المملوء بالروح حاجة تانية بس انا قلتلك ملء آخر معلش سامحني الملء بالروح يحتاج ناس يفعوا ضريبة وان احنا مش عزين ندفع صوم كتير الصوم تقيل صلي كتير زهقت اتناول كتير مش كتير اقرأ كتاب كتير مش كتير طب انت عاوز ايه انا كده كويس بس امتش مملوء حتخش السامح حتخش يا اخوي ابوك مش هيحلمك من السامح بس معلش عشتنا بقت فقر انت فقر وانت فقر وانا فقر عارف يعني فقر مش معناه معكش فلوس انت معك فلوس بس فقران سعيد لا مبسوط لا بنتشاكل مع بعض اه بنتخانق جو كنيس اه ايش عارف ايه اه ليه مش مملوئين بالروح المملوء بالروح مش في الارض لا في السامن معاي زي معهوش مع ملايين انا عرف ناس مش ملايين ملايين الملايين ولا فرق معاه مملوء بالروح المملوء بالروح كتلة نارية متحركة بيقول كده القديس وفان الناسك هو ده خطتنا المملوء بالروح يمكن حكيت القصة دي قبل كده حكيتها لابونا كله صلى الله عليه ناح نفسه كان فيه عندنا حد حلم حلم في الكنيسة قبل ما تبني الكنيسة الجديدة مش حلم قبل ما الكنيسة الجديدة دي تبني ان في ايه ابونا يعقوب الانباب شوية الرجل ده تنيح كما قاعد رهبنا حوالي ستة وستين سنة كراجل قديس قوي الشخص ده حلم الحلم ده وحكى لابونا كلولوس حلم ان بشكل الكنيسة الجديدة في الكنيسة الملاكي عندنا بالاتساعدة كده بنفس المنظر ده وابونا يعقوب واقف في النص والكنيسة مليانة شعب وبيقولي الشعب كده اطلبوا ان تمتلقوا بالروح فالكنيسة تترج وتكبر والشعب يطول اطلبوا ان تمتلقوا بالروح فكل الناس يقولوا ايه امنانا يا رب بروح الكنيسة تعرض وتطول والشعب يكتر ثلاث مرات احنا عايزين نعيش كده من فضلك نشغل بكده عشان حياتك تتغير يا حبيب قلبي مش عارف تبطل السجاير انهارده انت قدمت توبة وكرمشت علبة السجاير ولا الفيب ولا الايكوس ولا بتاع الجديد ده الحاجات دي ورميت ياخد ثلاث ايام وترجع عايز ما ترجعش قلهم لاني بالروح فيديك قوة الروح قوة الروح فما ترجعش تاني مش عارف تبطل ليه مناظر تقع تتفرج على الاباحيات ما النهارده توب ثلاث اربعة ايام ترجع عليه اطلب الروح الروح يديك استمرارية يطلعك حتة تانية حتة تانية تبقى كبيرة خلاص يبقى تحتك الحاجات دي اطلب ان تمتلق بالروح خلونا الحابة اللي فضلين دولة نطلب من قلوبنا نستغل فترة التوبة اللي تبنها ونستغل فترة ان الله شاف مشاعرنا المجروحة وشتغل فينا وخلانا نغفر اطلب ان تمتلق بالروح ده الهدف التالت الاخير اللي احنا هنصلي من اجله ولإلهنا كل مجد وكرمه لأبد امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر